والله ما طلعت شمس ولا غربت إلا وحبك مقرون بأنفاسي ولا جلست إلى قوم أحدثهم إلا وأنت حديثي بين جلاسي ولا ذكرتك محزونا ولا فرحا إلا وأنت بقلبي بين وسواسي ولا هممت بشرب الماء من عطش إلا رأيت خيالا منك في الكاسي ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراسي ويا فتى الحي إن غنيت لي طربا فغني واسفا من قلبك القاسي مالي وللناس كم يلحونني سفها ديني لنفسي ودين الناس للناس هذه القصيدة العين التي سارت بها الركبان وصدحت بها أصوات المغنين قديما وحديثا وتنهد على إيقاعاتها العاشقون المتيمون تنسب عند عامة الناس وبعض خاصتهم للشاعر الصوفي والفيلسوفي الشهير الحلاج الحسين بن منصور الذي توفي مقتولا عام 309 للهجرة على يد الخليفة العباسي المقتدر بالله بعدما مثل به لاتهامه بالزندقة ونظرا لشهرة الرجل فقد حملت عليه الكثير من الأشعار ومنها هذه القصيدة الرائعة وليس من العسير على باحث أن يتبين خطأ نسبتها للحلاج فهي عند سائر المحققين الذين حققوا ديوان الحلاج وهو من جمع المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون هو أول من جمع وأصدر ديوان الحلاج وكتاب التواصيل مطلع القرن العشرين هي عند جميع المحققين منسوبة للحلاج وليست من شعره فالقصيدة إنما وجدت في ديوان الحلاج لنفي نسبتها إليه وليس لإثباتها وهذا ما نجده مثلا في تحقيق محمد باس العيون السود الذي يرد القصيدة بحرفيتها مؤلفة من سبعة أبيات في القسم الثاني من الكتاب الصفحة 180 تحت عنوان أشعار تنسب إلى الحلاج أما التحقيق الأهم الذي بين مرجعيات القصيدة ونسبة معظم أبياتها فهو كتاب شرح ديوان الحلاج للدكتور كامل مصطفى الشيبي الذي اشتغل خمسة عشر عاما على تحقيق الديوان وجاء كتابه الصادر عن نشورات الجمل في 576 صفحة في الصفحة 401 من الكتاب نجد فصلا بعنوان أشعار نسبت إلى الحلاج وتحت هذا الفصل في الصفحة 459 نجد القصيدة الشهيرة والله ما طلعت شمس ولا غروبا يقول الدكتور مصطفى الشيبي في تحقيقها في هذه المقطعة تضمين لشعر من أبي نواس يتمثل في البيتين الرابع والسابع وهما مثبتان في ديوانه ويقصد بهما ولو قدرت على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراسي ما لي وللناس كم يلحونني سفها ديني لنفسي ودين الناس للناس وبالعودة إلى ديوان أبي نواس في عدة تحقيقات منها الصادر عن مطبعة مصر عام 1953 بتحقيق أحمد عبد المجيد الغزالي نجد البيتين ضمن القصيدة الآتية في الصفحة 265 يقول أبو نواس إني عشقت وهل في العشق من باسي ما مر مثل الهوى شيء على راسي ما لي وللناس كم يلحونني سفها ديني لنفسي ودين الناس للناس ما للعداتي إذا ما زرت مالكتي كأن أوجههم تطل بأنقاسي الله يعلم ما تركي زيارتكم إلا مخافة أعدائي وحراسي ولو قدرنا على الإتيان جئتكم سعيا على الوجه أو مشيا على الراس وقد قرأت كتابا من صحائفكم لا يرحم الله إلا راحم الناس يواصل الدكتور كامل الشيبي بتحقيقه بالقول إن القصيدة أقرب إلى روح النصوص التالية ومأخوذة منها أو مبنية عليها من قبل شاعر مجهول والقصائد وفق ترتيب الدكتور الشيبي هي أولا قول جنادة العذري لو جز بالسيف راسي في مودتها لمر يهوي سريعا نحوها راسي ولو بلي تحت أطباق الثرى جسدي لكنت أبلى وما قلبي لكم ناسي أو يقبض الله روحي صار ذكركم روحا أعيش بها ما عشت في الناس لو لا نسيم لفكراكم يروحني لكنت محترقا من حر أنفاسي ثانيا غناء صبية في مجلس الرشيد من تلحين أخته العباسة يا موري الزندي قد أعيت قوادحه اقبس إذا شئت من قلبي بمقباسي ما أقبح الناس في عيني وأسمجهم إذا نظرت فلم أبصرك في الناس ثالثا صوت من صنعة محمد بن عمر المغني الكوفي قال فيه بان الحبيب فلاح الشيب في الراسي وبت منفردا وحدي بوسواسي ماذا لقيت فدتك النفس بعدكم من التبرم بالدنيا وبالناسي لو كان شيء يسل النفس عن شجن سلت فؤادي عنكم لفة الكاسي رابعا قول العباس بن الأحنف لو يقسم الله جزءا من محاسنها في الناس طرا لتم الحسن للناس يا فوز ما ضر من يمسي وأنت له أن لا يفوز بدنيا آل عباسي أبصرت شيبا بمولاها فوى عجبا منه يراها ويبدو الشيب في الراسي وبعد استعراض هذه النماذج وثبوت نسبة بيتين من القصيدة لأبي نواس يخلص المحقق الدكتور كامل الشيبي إلى القوي من هنا لا نجد بدا من الحكم بأن هذه المقطعة ليست للحلاج وإن رواها له كل من رواها وبمتابعة بحثنا وجدنا البيت الشهير ديني لنفسي ودين الناس للناس في كتاب السري الرفاء المحب والمحبوب والمشموم والمشروب في قصيدة غير منسوبة يقول في الصفحة 386 من الكتاب وقال آخر يا ساقي القوم إن دارت إلي فلا تمزج فإني بدمعي مازج كاسي ويا فتى الحي إن غنيت من طرب فغني وحرب من قلبك القاسي الصخر ألين لي من قلبك القاسي يا منطواني وحي كل جلاسي ما لي وللناس كم يلحونني سفها ديني لنفسي ودين الناس للناس إن كان عهدكم كالورد منصرفاً فإني عهدي لكم أطرى من الآسي والسري الرفاء ولد بعد وفاة الحلاج بسنوات قليلة ولم ينسب البيت أو القصيدة له وهذا حال كثير من قصائد الحلاج نسبها إليه محبوه وتناقلوها حتى ضاعس مصاحبها وسقط من صفحات التاريخ فرحم الله الشاعر المجهول العظيم الذي أتحف العشاق بهذه القصيدة البديعة ودائماً سنغني والله ما طلعت شمس ولا غربات إلا وحبك مقرون بأنفاسي ترجمة نانسي قنقر